السلام عليكم أيها الأحبائين ما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما أيها الأحبة يولا أحد الفائت ظهر سيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشيح السوداني وهو محاط بكمية كبيرة من الأموال وهي الجزء مما أرفه بصفقة القرن وهذه الأموال جرى استعادتها من خلال أجهزة الضبط القضائي وهذه الأموال تمت استعادتها لصالح الدولة بعد اعترافات أدلى بها الحائز الأول لهذه الأموال بل هو الفاعل الرئيسي فيما أرفه بصفقة القرن المدعو نور زهير هذه أول مرة تستعيد بها الدولة الإراقية أموال منهوبة بعد 2003 سبقات فساد كبرى أديرت خلال هذه الفترة ما يدفعنا للفرح وللتفاؤل أنها المبادرة الأولى التي تقدم عليها حكومة أطلقت يدها حديثا طبعا حجم الصبقة حجم الأموال التي تصل إلى ما يقرب من الثلاثة مليار دولار هو الذي منحها هذا الوصف الوصف بأنها صبقة القرن هل ستكتفي الحكومة بهذا الذي تحقق أم أنها فاتحة لخطوات أخرى في طريق مكافحة الفساد أم أنها طعم للكشف عن حيتان فساد أخرى ربما تساويها في الحجم وفي القوة هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم أيها الأحبة معكم على أفاضل في التقديم وفي الإعداد قاسم الأجرش وفي الإخراج أحمد سلام اعتدنا أيها الأحبة أن نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع مقالنا الأول حمل عنوان العراق عجلة مكافحة الفساد تتحرك بوتيرة متسارعة الكاتب عادل الجبوري العراق عجلة مكافحة الفساد تتحرك بوتيرة متسارعة للكاتب عادل الجبوري تقدر الأموال المسروقة التي تم أخراجها من العراق وإداعها في مصارف أجنبية أو تحويلها إلى عقارات ومشاريع استثمارية بأكثر من ماء مليار دولار على مدى ما يقارب العقدين من الزمن هذا ما عدا عشرات إن لم تكن مئات الممتلكات العائدة للدولة العراقية وأن مهمة السودان وحكومته في محاربة الفساد هي مهمة شاقة وثقيلة بيد أن الشيء المهم هو الشروع والانطلاق بمسارات صحيحة وصائبة والبدء من المستويات العليا دون إهمال المستويات الدنيا وإشراك كل المفاصل الأمنية والاستخباراتية والمالية وحتى المجتمعية والعمل على ملاحقة السراق في كل مكان وأنزال أقصى العقوبات بهم علما أن أوجه الفساد متعددة ولا تقتصر على سرقة الأموال العامة من قبل الكبار وأن ما ترتبط بالصفقات والمشاريع الفاسدة واستفحال ثقافة الرشوة والنهب المنظم لموارد الدولة والافتقاد للعدالة في توزيع الثروات ناهيك عن استثمارها بالشكل السليم مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى وانضموا معي للترحيب بضيفي الكريم الآحد الباحث في الشأن الاقتصادي والمالي الأستاذ ضياء المحسن مرحبا بك ضيف كريم علينا مرحبا بك ضيف كريم ساذياء الكاتب أريد أزيد على ما تفضل به الأخير المقطع يقول منذ حضية حكومة محمد الشيع السوداني بثقة مجلس النواب أخذت عجلة مكافحة الفساد تتحرك بوتيرة متسارعة جدا مما عزز أجواء التفاؤل على الصعيد الشعبي السؤال هنا تعتقد أن ما جرى هو نتيجة عقلية تنظر إلى الأمور بطريقة جديدة يعني تشي بأن المرحلة المقبلة مرحلة محاربة الفساد بشكل جاد لو أنت تتصور هذي هبة وبعدها تهبت بسم الله الرحمن الرحيم دائداً شكراً جزيلاً لقناتكم مرحباً شكراً جزيلاً إليك مرحباً وتحيير ضيوف لمشاهدين قناتكم الكريمة حقيقة يعني بس أعقب على الأخ الجبوري فيما كتبه أعود للسعاد نعم السيد الجبوري يتصور أنه المبالغ اللي سرقت خلال العقديين يعني هو حصرها لأنه قال أكثر بس الأكثر إش قد إحنا هنا يعني بياناتنا حقيقة من عام 2018 عام 2018 كانت مجموعة المبالغ تقدر بأكثر من 350 مليار دولار أكثر من 350 مليار دولار يعني تقترب من الأربعمية هذه فقط المبالغ عدا الفوائد اللي على المبالغ لنا هذه المبالغ طباً بتأكيد تشتغل بها مصارف بها فوائد وبها أرباح زين اشتروا بها عقارات العقارات صعدت أسعارها زين هذه كل هالمبالغ المشكلة وين المشكلة هسا أرجع السؤالك تقول لي أنت شنو 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 الشتون السوداني آآ آآ اتحت هذه الخطوة لا آآ هي فورة عرس حفوين بب 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 فورة عرس دلالة على منهجية جديدة ناتجة عن عقلية التعامل جديد سيد السوداني تذكرون جميعاً نعم أطلق مشروع حكومة خدمات نعم الخدمات تحتاج إلى إلى شنو إلى أموال أموال إلى أموال لإدامة هذه الخدمات بتأكيد الموازنة مهما تكون كبيرة نعم ما تقدموا الخدمات اللي إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه عندنا آلاف المشاريع المتركئة والمتوقفة وهذا ما أخو هناك فريق متخصص أموال شكلت شكلت رئيس وزراء لدراسة هذه المشاريع المتوقفة وحساب آآ التشكيل ايش نعم تصنيف حسب نسب الإنجاز وليش متوقفة أموال هذه المبالغ يعني موجودة في دول دول الجوار دول العالم بنوك الأوفشور بمناسبة ها كثير من المبالغ موجودة في بنوك الأوفشور وما ي ما تكدر لن تستطيع لا حكومة السوداني ولا أي حكومة سابقة ولا أي حكومة لاحقة أن تستعيدها إذا لم إذا لم تكون هناك جهة داعمة جهة خارجية داعمة حسن قد الدعم يفكر الآخر أنه هذا الدعم هل هو يقتضي أنه الحكومة السوداني سائر مع هذا المنهج يعني خلنا نكون واضح هل أن حكومة السوداني باتجاه أنه تشير مع الركب الأمريكي هذا سؤال بغاية الأهمية هذا اللي تشير له يعني أن على الحكومة أن تتسق مع المشاريع التي يعني يتبنىها للجهة التي يمكن أن تمثلها داعما للحكومة من أجل الحفاظ أو الاسترداد فراح تلزمك من منياغتك يعني مو بضرورة لا أستاذ شو أستاذ على خلي خلي يعني هنا مو اتهام ولا هو أنه التفكير بأنه حكومة السيد السوداني راح تسير في ركب الأمريكي لا إحنا لنظرها من جانب آخر أنا أباو عليه من زاوية أن الأمريكان يصممون الأمور حتى يكون ممسكين بالخناء هذا في حال في حال أنه الولايات المتحدة لديها أوراق كثيرة تلعب بها في منطقة الشرق الأوصر لكنه واقع الحال يشي أن الولايات المتحدة بدأت تخسر أوراق الضغط الموجودة لها فما بقبيدها بس ورقة الورقة العراقية هذا يتفهم أنهم ما تخسر الورقة هذه الورقة الضرورية والمهمة بالنسبة لها لذلك هي داعم داعمة لحكومة السيد السوداني من باب مجبرا أخاك لا بطل مجبرا أخاك لا بطل فهذا هي راحة تقصد أنت الولايات المتحدة خسرت كثيرا من الأوراق التي كانت تلعب بها المنطقة السعودية الإمارات ولذلك هي صارت مدفوعة باتجاه دعم دعم العراق الحكومة الجديدة لتبقي على أوراق العراق بيدها وتلعب بها القوى الأخرى هذا واحد نظام المصرف العالمي بكله رمة النظام المصرف هون يروح تفطر الأموال تفطر الأموال وترجع وين للنظام الأصل للنظام البنك الفيدرالي الأموال هي الدولة رك أها فهذا الموضوع يعني هي مسيطرة على النظام المصرفي بمقدورها أنه تعيد هذه الأموال بشكل أو بآخر احنا سابقا تعرفون يعني أنتم متابعين للوضع يعني كثير من الحكومات حاولت تسترد أموال لكن تصطدم بمن تصطدم بالنه الجانب الآخر لم يكن يتوافق عنها قد تكون زيارة السيد السوداني وهذه ما أعتقد يعني تكون غائبة عن البعض زيارة السيد السوداني إلى المأملكة العردنية العاشمية وإلى دولة الكويت هذه تعطي يعني خصوصا يعني إذا أخذنا بعد زيارة السيد السوداني لهاتين الدولتين تم استعادة النظام أنا عندي سؤال في هذا لكن داني أسأل في موضوع آخر نعم أطلق سراح نور زهير بكفالة قيله أنه سيكون خلال هذه الفترة مخفورا أي تحت الرقابة تحت رقابة الأجهزة الأمنية وعلى حسب أنا قال لي التساؤل المهم هو ألم يكن بمقدور الدولة أن توكل محامي باسم نور زهير يروح يتابع هذه قضايا البيع لعقارات اللي بأثمانها راح يسدد ما عليه لأموال التي سرقت من الدولة وتحولت إلى عقارات على يد نور زهير وأمثاله يعني ما كان الدولة تخليها محامي تروح تجيب هذه دون أن تصطر إلى أطلاق سراحي وبالتالي تجعله ربما عرضة لأن يغتال من قبل السراق الآخرين حتى يضم عليهم ملفاتهم وهذا كان واضح يعني سؤالك واضح جدا هو وأنا راح أحاق يعني راح أجيبك خريب نعم أولا القضاء بإجراء إجراء سليل سليل لأنه أنت الآن هو متعاون مع السلطات القضائية في عادة المبالغ نعم لكنه أيضا هو في جانب آخر يقول لك أنا عندي إمكانية لدي إمكانية إنه أنا أجي أقول لك هاي المبالغ في هذا المكان في هذا المكان بزجة في السجن ما أقدر أسوه هاي ليش؟ لأنه الأشخاص ما راح يزوروني بالسجن أو أنا ببيتي وأنت مسيطر علي يعني كأنه أنت واضعني في لقامة جبرية تحت لقامة جبرية الآن هاي الأشخاص من أتواصلوا إياها وراح يشوفون نوع من الاطمئنان لديه راح يستجيب علما للموقف العام خصوصا نداء السيد السوداني بنفس المؤتمر الصحفي عندما طالب الناس اللي يعدهم أموال مسروقة أنه راح يتعاملونه إياهم لأنه هذا أكو 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 دليل أنه الحكومة جادة في تعاملها لأنه تسلم الأموال وبالنسبة هذا موجود أو أعتقد إحنا عدنا يعني عدنا ورقة عمل تطرح هاي الموضوع أنه في في قبال السراق يسلمون أنفسهم ممكن التغاضي عنهم قانونيا أو تخفيف الحكم بدهم ليش؟ لأنه أنت مو مهم عندك الحكمة أسا كثير من المحكومين في الحكومات السابقة من الحكومة الفين وخمسين كم ساكت عندنا سراق يحكم يعني حكم عشر سنوات السجن يعني لكنه ما يطالب باستعادة المبالغ اللي يسرقها الآن الحكومة أجد الموضوع الآن كأنما العكس تراها طيب وين طاعلية القانون هنا يعني القانون يوضع بعد إذنك يعني يوضع عقوبة أزاء كل جريمة زين إذا أنا يسرق تعرجعني الفلوس وأنت ممكن أن تصل إلى تسوية قانونية صار علاء خلي يقول لك ما هذا ما ينطوي على تشجيع للفساد لا لا القانون ما غفل عن هذا الموضوع القانون الآن كسارق أنا سرقت أموال من الدولة يعني الآن القانون يقول لي أنت عيد المبالغة وأطلع لكنه شي بقى يبقى أنه أنت سارق يعني أكو جريمة مخلة بالشرف فبالتالي ما يمكن لا أستلم منصب ولا أستلم وظيفة ولا أستلم كذا هذه هذه المواطنين يعني الأفراد المواطنين ما يفكرون بها ليش لأنه أكو ناس من يعني العفو من تسحبهم إلى جهة إلى مكان حتى يغيب عنا هذا الموضوع هو يفكر الآن يحشون يعني نشوف بالفضايات أنه الحكومة غلطانة والحكومة كذا لا هذا مخطأ هذا إجراء صحيح إحنا نعتقد أنه هو إجراء صحيح مية بالمية لأنه لاستعادة المبالغ أهم من زج السارق بالسجن وزجته بالسجن وبعدين انتهت مدة محكميته وما استردت الأفضل يعني إحنا ما نقدر نحقق الثنين بالتساوي لا لا ما تقدر نحقق الثنين بالتساوي يعني هاخذ جزائك مجرم هو هذا اللي يقدم على سرقة دولة يهم أن يوصف بخلة بالشرف أنت أستاذ الأستاذ ضياء المحسن أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل علوان الحذر من الطابور الخامس الكاتب زيد الحسن الحذر من الطابور الخامس للكاتب زيد الحسن سيعمل شركاء اللصوص أي شيء من أجل أرباك العدالة وهز هيبتها أمام الشارع العراقي وقد بدأ العمل بالفعل من بعض الجيوش الألكترونية بمحاولة أظهار صور تشير إلى تفاهة المبلغ المعاد من سرقة القرن وكيف أنهم يحاولون تشويها سمعات القضاء من خلال إطلاق شائعات تفيد بأن القضاء سيطلق سراح الجانب كفالة مقابل صفقة استرداد لباقي الأموال ولا نعتقد أن القانون العراقي يسمح بعقد هكذا صفقات مع السراق إلا لو كان هناك تدخلا سياسيا كبيرا في الأمر أن المؤشرات إيجابية جدا لتحركات الحكومة الحالية وهذه الإيجابية لن تدوم طويلا إذا لم تضرب الحكومة بيد من حديد على كل من ساهم أو ساعد في ملفي فساد وقضع الطريق على بياد قطابور الخامس الذي نشط الآن بشكل مخيف وأصبحوا يطلقون مختلف الإشاعات لزعزعة الأمن وغرس بذور الفتن والترويج للأخبار الكذبة مرحبا بكم مرة أخرى وأجدد ترحيبي بضيف الكريم الأستاذ ضياع المحسن الباحث في الشأن المالي والاقتصادي بعض الكتاب هناك أحد من الكتاب كتب يقول عمليات مكافحة الفساد انتقلت لمرحلة جديدة تبدو أكثر واقعية بعيدا عن الشعارات والروتين عن إجراء تسويات مع المتهمين والذين سبق وأن اعتمدها محمد بن سلمان بس بدون فندق ريتس كارلتون خصوصا أن الشعب يقول إن مطرت وإن صحت شمح الصلل أقول هذه قضية ضياع يعني ربما تقدم نموذجا متساهلا مع الفاسدين الذين يأمل الشعب في أن يجدوا طريقهم للسجون والعقوبات والاسترداد الأموال شوف أستاذ علاء نحن نتفق إياك أن الأهم إعادة المهم إعادة الأموال الأهم الأهم إعادة لكن المهم أن يعاقب شو خلق لك أنت الآن مو في وارد أنه تعاقب الجميع هذا مو يعني العفو مو لأنه في مصلحتك يعني مو من المصلحة أنه أنا أجي أعاقب الجميع وبعدين بالتالي ما أحصل شيء يعني عاقب جميع الصراق عاقب جميع الصراق لكنه بالنتيجة بالنتيجة أنت هذه الأموال ما تقدر تحصلها لماذا؟ لأنه تقادم الزمن قد يفقدك شيئا أولا يفقدك قيمة المال الموجود يعني إيسا مثلا نخلق لك نحن الآن الثين مليار دولار ونص هي ولو هو تشتريه بمليون بعد مرور سنة يصير بمليونين ولو خلق له ترى هذه الثين مليار دولار ونص ترى هذه مو يعني هذا ما خفية كان أعظم أكو سرقات أكو سرقات اشتركوا بيها يعني وزراء بالحكومة بالحكومة حكومة يعني بدءا من أيهم السام الرائع أيهم السام الرائع أوضح لموزاج اللي دخلوا لأمريكا ووصولا إلى وزير النفط ورئيس الوزراء ورئيس جعاز المخابرات وعظم الدس نواب الآن اليوم هيئة مكافحة الفساد ألقت القبض على سيد هيثم الجبوري اللي كان رئيس اللجنة المالية واللي أكثر من مرة تحدثنا في أكثر من برنامج قلنا يا ابا ترى السيد السيد الجبوري ترى يعني غير عمين في فيما فيما يقوم به أموما أحنا الآن مو في وارد أنه أحنا نجي ليجب على الحكومة معاقبة لا أحنا الحكومة خليت تترك جانب العقوبة وأهم شيء يجب أن تسترد الأموال الآن إذا استردت الأموال في هذه الفترة نحن صنفنا أهم ومهم نعم في هذه الفترة إذا إجت عادة الأموال تقدر تسوي بها مشاريع تبني مساكن أيضا هذه المشاريع المتوقفة المستشفيات والمدارس وكثير من المشاريع متوقفة لأنه ليه السراق سرقه والأموال وبالمناسبة تسترد الأثنين مليار دولار ونص ليس للخزينة الحكومة هذي أموال أمانات ضريبية قابلا لإسترجاع من قبل أصحابها هذه أمانات ضريبية بدل ما تتكبد الحكومة أنه يسرق المبلغ ونبمن شي ستنطي لا هي تسترد الأموال تتفحى إلى أصحاب الشرعين بمعنى أن هذه أموال سوف لن تذهب لتمويل مشاريع الدولة ما العلاقة لأن أصحاب طابون بها هذا الأمر الذي قامت بحكومة السيد السوداني أنا أجزم لك أنه هي أفضل ما قامت بها ليش؟ لأنه السراق سيفكر أكثر من مرة في أنه يبقى محتفظ من أموال أو يسلمها فالأفضل إلى أنه يسلمها لأن هذا سيكون مطارد بمذكرات الضرق هذا يوديني لسؤال التالي نعم وهو أنه ربما حكومة السيد السوداني أرادت أن تعطي نموذجاً للتعامل مع السراق المشتركين في نفس الصفقة في صفقة الفساد هذه الكبرى أموال الضرائب وإلى شنو مصيرهم؟ ومتطرف خلق إحنا يعني المشتركين بهية الضرائب دارة التقاعد يعني تتعدد بالفاصل التي نرز فيها الفساد بالمصف الرافدين يعني كلها مشتركين بعملية سرقة هذا المبلغ فبالتالي يعني هو يريد السيد السوداني الحكومة السيد السوداني في تعطي أنه يقول لكم يا با أنتم مشتركين نعم وتعرفون أماكن هذه الأموال وين مخبينها؟ تعالوا دلونا وإحنا نتساهل وإحنا نتساهل وإحنا نتساهل يعقب هسا المسائل التساهل هنا أنا شنو مثلاً يخفف عننا الحكم يلغى عننا الحكم يعني ينحي عن الوظيفة عن المركز اللي هو بي يعني كثير أكون من الإجراءات لكنه هي أفضل من أنه أنا يعزل جب السجن وما أحصل الأموال طيب سيد رئيس الوزراء حين يعني أراد الإعلان عن هذه النتائج ظهر بالتلفزيون محاط بكميات كبيرة من الأموال البعض أشكله على السيد السوداني في هذه الممارسة قال أنها يعني عملية شو عملية عرض أمام ما هي دواعي السيد الشعر السوداني للقيام بهذا الفعل عرض الأموال والحديث عنها بشكل مفصل واستدعى أيضا شخصية رسمية أخرى تمثل البنك المركزي الذي يؤكد عملية استرداد هذه الأموال خلق أحنا أكثر من مرة حم في حكومات سابقة حكومة السيد السوداني تعلن الحكومة عن استعادة استرداد أموال لكنه ما كون ما كون ما كون شي ملموس أيضا هنا يعني شو هو انفقدت الثقة بين المواطن وبين الحكومة فيما يتعلق باستعادة الأموال الآن نعم قد يكون يعني البعض يتحدث عن عملية شو فيما يتعلق بعرض الأموال ومع أنه يعني هذا جزء بسيط من المبلغ لا يتعدد أربعة بالمية من المبلغ هو هذا مورز إشكالهم هو هذا نعم نعم تمام هذا لأنه المبالغ يعني مو نقدية جد المبالغ اللي سرقت تم شراء بها شراء عقارات عقارات في الداخل نعم عقارات يعني خلق فندق في عمان بصمعش مليون دولار هذا هذا يتم عرضة للبيع عشوك ينباع عشوك يسترم المبلغ فهذه المجموعة الإجراء الإجراء كان كان ممتاز يعني كان ممتاز بالنسبة يعني حتى يعيد الثقة ما بين الحكومة ما بين الرئيس وما بين المواطن هذا العرض يجي فيه وقته نعم العمليات الشوال يتحدثون عنها هذه الناس اللي خلقوا الناس المضغوطة من هذا الإجراء هي حاولت يعني أعتقد السيد يمكن المقالة الأول اللي تحدثت به عن هو سيد زيد يتحدث عن طابور خامس نعم هذا طابور الخامس يتحدث عن أنه عملية الشوال عملية لا عملية إجراء إجراء في وقته يعني كأنك تقصد أنها إجراء سليم في عملية بناء الثقة مرة أخرى بين الحكومة والمواطن استعادة الثقة ما بين الحاكم وبين المعكوم هذا كان إجراء سليم نعمل أنه السيد السوداني لا يتوقف عن هذه الإجراءات لأنه كثير من الأموال سرقت يعني وحتى إجراءات يعني تقوم بها لجنة مكافعة الفساد وآخرها اليوم يعني يعني كأنك تريد تقول السيد السوداني يا سيد السوداني هذا اللي عابوه عليك وقال لك هذا شو أكثر من رحمة على والديك بشرط أن تكون هذه عمليات الشو كاشفة عن أموال الفساد هناك البعض يتطور أن الأموال التي وعيدة أو تم استردادها هي من مخرجات زيارة دولة الرئيس رئيس المزراء لكل من الأردن والكويت هل لهذا واقع؟ خلي أقول لك أنتو تابقت متمر يعني ما عرض الأموال بتأكيد السيد السوداني كان أكد على موضوع جدا مهم وله هي يعني ما أعتقد أنه خافية بس قد تكون غابة عن البعض قال يعني مو بالحرف لكن يعني مو بالنص لكنه بما معناه أنه إحنا مقياس علاقتنا بالآخرين مهم هو مدى تعاونهم معنا في استعادة الأموال المسروقة جيد وهذا بيش وقت يجي إجي بعد زيارة السيد السوداني إلى المملكة الأردنية وإلى دولة الكويت وأيضا يعني هذا حتى أجيبك يعني بشكل غير مباشر أنه زيارة زيارة السوداني لهاتين الدولتين هو هو الأمر الذي أعاد المبالغ عم لا هذا استعادة المبالغ إجت بعد عودة السيد السوداني من هاتين الزيارتين إلى العراق بمعنى شنو بمعنى أنه هناك تعاون من هاتين الدولتين وأعتقد يعني قد يتصور البعض أنه الإمارات نعم الإمارات بيها مبالغ لكنه السيد السوداني ما زارها فالدولة الكويت بيها هناك مبالغ موجودة لمشاريع لأشخاص داخلين بال يعني صبقة بس القضية ما تضمنت أموال مستردة من قبل دول من يقال يعني هذا التساؤل لا هو خلق هو التساؤل هذا يعني أنا خلق ما أقول لك هم يشرح يشرح الآلية وأماكن استرداد الأموال إحنا الآن متحدثنا عن عمارة ب12 مليون دولار في مملكة الأردنية العشمية هذه أموال تم حصرها وبالتالي أنا أقصد الأموال التي عرضت لا لا استاذ خلق لك أنا من أقول استوفة مو معنى أنه أسوف الأمر أو أميع لا إحنا العقار يعرض يعرض على البيع ويباع ثم يستلم ثمن في هذا في قيد استوفة أنا أقول الأموال التي عرضت كأنما تحصل تم تحصيلها من الداخل كانت موجودة كانت موجودة في مصارف خراقية خراقية خاصة هذا اللي قصت نعم إحنا الآن ما يخالب مو هو يعني هو خلق لك الفكرة ما تكون بعيدة ليش يعني لما إحنا نقول أكو عقارات في هذه الدولة وفي هذا في هذا البلد بمعنى أنه أكو تعاون من هذه الدول المذكورة بالإسم في استعادة الأموال مو مثل قبل عد ما تقول لك الدولة هذا والله هذا استهداف سياسي هذا تسقيق هذا كذا ما عندك القضاء ما بمصداقية يعني نحن نخلق في موضوعة السيدة أيام سامرائي أكثر من المرة القضاء العراقي يطالب الإنجليز بتسليم أيام سامرائي يقولون هذا تسقيق سياسي والقضاء ما بيمزل لا هالمرة القضية مختلفة يعني هالمرة المستهدفين من لون طائفي واحد فربما لا لا ألوان كثيرة بيشتاج بهم أكراد بهم فعلين رئيسين على أي حال الأستاذ الفاضل رضيع المحسن أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخيرة الذي حمل عنوان السوداني وعقل وعقلانية الإصلاح هيثم الخزعلي السوداني وعقلانية الإصلاح للكاتب والمحلل السياسي هيثم الخزعلي إعلان السيد السوداني عدة مرات بضرورة استرداد الأموال المنهوبة يثبت صحة عمل الدولة باتجاه مكافحة الفسد بشكل عملي وحقيقي وفي هذا السياق فأن دول العالم ملزمة بإعادة المطلوبين خصوصا في الدول العربية أو بعض دول الجوار مثل الأرض والعراق يمتلك الكثير من أوراق الضغط بهذا الاتجاه فعلواتا على الاتفاقيات الملزمة بمكافحة الفسد فأن معظم هذه الدول لها استثمارات ومصالح في العراق وهي لا تريد أن تسيئل العلاقات مع العراق من أجل حماية فاسدين أو عمل غسيل أو تغطية لأموالهم المسروقة مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى وجد الترحيب بضيفها الكريم الأستاذ الكاتب والباحث في الشأن المالي والاقتصادي الأستاذ ضياء المحسن مرحبا بك ضيف كريم علينا الأستاذ هيثم الخزعلي يرى أن تفعيل العمل باتفاقية مكافحة الفساد سواء على الصعيد العربي أو الدولي ستسهم كثيرا في استرداد الأموال المنهوبة وأيضا استرداد الأشخاص المطلوبين هذه اتفاقية تتبناها الأمم المتحدة والعراق موقع أحد الدول الموقع على هذه الاتفاقية ما مدى استجابة الدول التي هربت إليها الأموال وهرب إليها الأشخاص نعم السيد السوداني يعني هو الكاتب يوصفه بالعقلانية يعني يعني يستخدم عقله قبل أن يستخدم ميده نعم هذا شي جيد ليش يعني أنت تفكر أكثر من مرة بالإجراء التي تتخذه الآن هو عنده ورقة الضغط ورقة الضغط شنه ورقة الضغط الاستثمارات الموجودة لهذه الدول أو للعراق داخل المسكين أو داخل العراق عن محن أنا أخلي أخذ لك مثال أحسي ولو يكون بعيد نوع ما أحنا مجموع الاستثمارات أو مجموع حجم التبادل التجاري بين العراق وبين تركيا يزيد على عشر مليار دولار يزيد على عشر مليار دولار تمام الأول قيلة ثلانتعاش مليار والأتراك يفكرون نعم يفكرون بأن يكون حجم التبادل التجاري بين العراق يصل إلى العشر مليار الآن هذه ورقة الضغط للحكومة العراقية. يعني تستخدمها في انه للضغط على لتراك لتسليم. لتسليم مطلوبين. لتسليم سراق. لتسليم الاموال المسروقة وعادتها الى العراق. او. هي هذي منافذ كثيرة يمكن ان تستثمر بها من اطلاقات المائية. اه. شب. او. وهذا او هذا موضوع اعتقد اتحدثنا به من خلال قناة. نعم صحيح. زين. او انه تقولون يا با اذا ما 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 تستجبون لطلباتنا راح نوقف التعامل التجاري. واعتقد مرة من المرات انه كان حكومة سيد عبد المهدي. اه اه وقف اه استيراد ال 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 بيض الماعدة لمدة اسموعين. نعم. التجار خسروا اكثر من ميكين مليون دولار في اسموعين. نعم. ضغطوا على الحكومة التركية للتعامل مع العراق. اه. بالتالي هذا هذا الامر وهو سيد السوداني مفكر به يعني جيدا. يستخدمه. اه اه وهناك تصريحات الى في بهذا الصدد. يعني عدل عدل التعاون في استعادة المبالغ. لكن ايضا هذا قال احنا حجم التبادل التجاري مع مع الدول سيكون حاكم في في تعاونها معنا. التعاون هنا نحنوا قبل تعاون مثلا يعني اه ان شي سهل. التعاون في في امور. يعني هذا استعادة المطلوبين استعادة الاموال المسروقة. استعادة مثلا في بما يتعلق باجان بجانب المياه ايضا. مو بس تركيا. تركيا ايران سوريا. جانب الالزام بهذه الاتفاقيات وين? هو احنا. نعنان ليش احتاج الى عوامل ضغط على هذه البلدان من اجل تنفيذ بنود اتفاقية تم التوقيح عليها. يعني الاتفاقية نفسها محاكمة. انت الاتفاقية موقف الدول ما موقع على الاتفاقية. طيب. احنا الدول المعنية في موضوعاتنا هي دول موقعة على هذه. حتى هذا الموضوع فيما يتعلق بالاتفاقية هي غير حاكمة إذا لم تكون اتفاق ثنائبين يعني بين العراق وبين بقية الدول. بعد شون قيمتك اتفاقية أممية. اتفاقية أممية جامعة بالتالي لا تحتاج الاتفاقية ثنائية بهذا الموضوع. يعني الملاحظ استاذ يا. الملاحظ ان كل هذه الاجراءات التي تم والتي قدمها دولة الرئيس السوداني يعني لم تخيف السراق بدليل يعني هاي البوغمو الستعاش مليار التي اكتشفت في آخر اللحظات اللي في. ما المصارف اللبنانية. يا ما المصارف اللبنانية من طعش مليار دولار من طعش مليار دولار من طعش مليار دولار. هذه هي حتة العام اعتقد لأنه بأ sentences ام مئتين مئتين مليار دولار عدتهم قيم ما قيم تذهب مئتين طن عفوا مئتين طن ذهب وإحنا عدنا مية وستة وثلاثين طن ذهب شوف هذا 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 هاي يعني هاي شون عملية سرقة مرتبة بالنسبة للمصارف اللبنانية المصارف اللبنانية هنا متواطعة مع 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 مصرف الرافدين لتحويل هذه المبالغ رقميا يعني ما 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 سلمت كاش نعم نعم هذي المشكلة اللي صادفها الاقتصاد الامريكي عندما تحول من اقتصاد عيني الى الى ارصد تتحرك عبر الكمبيوتر على الكمبيوتر وإحنا كثيرا ما نحذر من الاقتصاد الرقمي ممكن يسبب مشافيك مهم الآن يعني هو اعتقد مجموع المبالغ اللي تم تحويلها الى البنك المركز الى مصرف الرافدين بحدود مليونين دولار وايضا القضاء آآ يحقق بهذا الموضوع واعتقد حال مدير يعني الموظفين بالمصرف الرافدين للتحقيق فيما يتعلق بهذا الامر هذا هذا لو كان لو كان حاصل كان كان البنك المركزي فقد اكثر من اثمنتعش مليار دولار الى الى الحساب من لحساب الصراف وصارت عملية تبيض اموال رسمية رسمية اها اتم شرعنت وجوزهن لدى السورة هاي الاموال الاثمنتعش مليار دولار هاي متواطع بها رؤوس كبار امم سياسيين كبار بالعراق هي طبخة مال واحدة رسمة دروسة بشكل مفصل وتام يعني اوه شو بخلق لك احنا مرات يقولون الحرامي الذكي لا الحرامي مو ذكي الحرامي الشيطان هاي الافكار الشيطانية اممم ما تقتر على بال اي واحد اممم ميش لانه يوسوس يوسوس للشيطان في هذا الموضوع لذلك كان القضاء يعني كان القضاء الان اجراءات القضاء حتى تصير بها مصداقية بالطرف الاخر بالجانب الاخر اللي هم الدول اللي تتعان كانت بالضد من تعاملها مع القضاء العراقي واجراءاته اممم الان الانتربول اه ياخذ بقراءة القضاء العراقي ايضا يطالب بها الجهات اللي اللي لديهم مثلا اشخاص مطلوبين للقضاء وهذا ممكن انه يعني اعتقد السيد السوداني يعمل على هذا الموضوع اممم طيب من الواضح ان السيد السوداني متوجه باتجاه تدعيم المؤسسات بالمختصين يعني ملف الزراعة يسوي لفرد لجنة او هيئة تدرس موضوعة الزراعة بالاقتصاد بالصحة بكذا ترى هل في وارد حكومة السيد الشاع السوداني ان يؤسس خلية وان كانت بوادرها وضحت من خلال تعيين ابو علي البصري على ملف متابعة الفساد هل نأمل ان نرى هيئة او لجنة ذات بعد اجرائي لمكافحة الفساد يعني جنابك تتحدث عن عن مؤسسة لمحاربة الفساد احنا محاء الفساد اه يعني اعتقد يعني بمقدودنا انه نسيطر عليه اذا 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 تم تفعيل اه الهيئة هيئة مكافحة الفساد بصورة بصورة اكبر من الان اه يعني اعتقد ابو علي البصري هو الرجل مشهود له من كان من كان حالية الاستقرارات كان كيف كيف قضى كيف قضى على الارضات. وهو اختيار كان دقيق يعني. اه. الان خيار السيد السوداني في في وضع ابو علي البصري في هذا المكان خيار افضل من الجيد. اه. افضل من الجيد ليش? لانه لديه القدرة ولديه ادوات يستطيع ان يتعامل معها في يعني بها مع مع الفساد والفاسدين. اه. بدون ان يتدخل الرؤوس تحمي هؤلاء الفاسدين. اعتقد انه اه يعني كان مصيب السيد السوداني والابو علي البصري ينجح بهذا الامر. نحتاج الى شن هو? نحتاج الى انه يعني اه فلترة نوع من الفلترة بالمؤسسات المالية. المالية خصوصا ليش? نعم. والمصرفية. لانه انت تعرفون انه احنا غالب مشاكلنا هي تكون تكون بالبنك المركزي والمصارف الخاصة. يعني انا بس طلب يعني قد اه واكثر مما اه انه اه يا دولة الرئيس اه اه نافذة العملة تلغيها نهائيا. نهائيا لا تلاحد يفكر بها. كثير من اصوات المختصين ارتفعت بهذا المطلب. هسه شنو اللي انبقي النافذة? اه اهل الاختصاص كلهم رفضوا وجود نافذة العملة. شستاذ? فما ادري شنو اسرار الدولة العراقية على الابقاء عليها. احمد عندنا دائرة بالبنك المكهزي اسمه دائرة التحويل الخارجي. دائرة مشتقلة دائرة التحويل الخارجي. نعم نعم. واحتقد بناياتها لا زالت موجودة دائرة التحويل الخارجي. هذه بامكان بامكان التجار بامكان يعني الصناعيين ان يستعينوا بهذه الدائرة لاستيراد سلع ومنتجات الى داخل العراق بدون ان تقوم المصارف. ثم تعال تعال يقول لي انت 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 تبيع بنافذة العملة ميتين مليون دولار. احمد. الفرق الفرق بين البيع والشراء الان ثلاثين نقطة. اربعين نقطة. اذا حسبناها اذا حسبناها ستمية مليون ستة مليار دينار يوميا. ثلاثين مليار دولار دينار عفوا. ثلاثين مليار دينار بالاسبوع. مية وعشرين مليار دينار شهريا. انت هذه ارباح. ارباح للمصارف. مية وعشرين مليار دينار مية وعشرين مدرسة بيها تبني. مية وعشرين مدرسة تبني بيها. زين. انت شنو هو شنو. هذا نداء يوجه لدولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيوع السودان الذي عرف عنه اصراره على مكافحة الفساد واحداث شيء من التغيير على موضوع الخدمات. هذه اموال كلها يمكن تصريفها في خانة الخدمات. ثلاثين عمليات الفساد اللي انكشفت والتي يعني يحتمل ان تؤدي الى كشف المزيد وربما تكشف عن تورط قيادات سياسية في عمليات الفساد. زين? يعني تعتقدون انه احنا الان في قشرة مكافحة الفساد لو دخلنا للم. بعدنا لغاية اللحظة احنا ما دخلنا. احنا هاي الكرة الارضية القشرة ملات هي. امم. بين القشرة الى 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 لب الكرة الارضية بحدود يعني اكثر من سبعمية كيلومتر. احنا يعني لغاية اللحظة ما دخلنا بصف الفساد. اذا اجي اعدد لك يعني ما تخلى لك. اه مثلا اه السيد احسان عبدالقدوس فيما فيما فعله بجولات التراخص وتغيير المدة وتغيير الكمية. احسان عبدالجبار مو عبدالقدوس. اوه عافظه. احسان راح انا انا اسم جدا. للقاص المصري. ايه احسان عبدالجبار فيما تعلق بجولات التراخص وتغيير التوقيتات. قيش بس احسان عبدالجبآ? التراقيص. مهم. السود سيد اه اه مدد المدة الى خمسة وعشرين سنة من تسعة عشر الى خمسة وعشرين. راح قلل الفا الانتاج المباشر يعني الرنج مالتي يعني بحدود السبعمائة وخمسين اه برميل. اه 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 وكثير كثير من المشاكل سواها يخسر العراق على مدى عشر سنوات اكثر من ثلاثين مليار دولار. يعني هذا. يعني احنا الدولة العراقية مؤسساتها هي اللي تتتسبب بخسائرها. طبعا. مشكلة قبرها. ليش? ليش? احنا قبل قبل جناب قبل لحظات. اه. حدثت انه سيد السوداني اه يحاول يعني يضع يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا اه في يعني في في جل المؤسسات الدولة العراقية ما تلقى موظف مدير عام او وكيل وزير وصاحب اختصاص في مجاله. شكرا جزيلا الكاتب والباحث في الشأن المالي والاقتصادي. ايها الاحبة كتب معدل برنامج الخاتمة التالية. تضخم الاموال لدافئة محددة من المجتمع العراقي من سياسيين وحواشيهم والغالب من الذين يعملون في الوظائف الاكثر عرضة للفساد. ستبقى الشبهات قائمة ما لم تطبق معايير المراجعة الدورية وتطبيق شروط تضارب المصالح واستغلال الوظيفة العامة للكسبي غير المشروع كاجراء وقائي مع تجديد العقوبة للردع نحو عراق بلا فساد. في امان الله.